أهلاً وسهلاً بحضراتكم مشروع اللوحات الحقيطية يعد من أفضل وأقوى المشاريع الربحية على الإنترنت وفي فكرة الثانية وكمبارك دايماً بركز جداً على هذه النوعية من المشاريع أولاً لأنها ممتعة جداً وأنت تشتغلها ثانياً بدون أي رسمال وبدون أي خبرات وده اللي أنت هتشوفه معي لأن أنت هتطبع معي خطوة بخطوة بأيديك وإحنا شغالين على حلقة النهاردة اللوحات الحقيطية بتمتاز أن الناس كلها في جميع نحية العالم حرفياً بيحتاجوها للدكور سواء لبيتهم سواء لمكاتبهم أو الشغل أو أي مكان في الدنيا بيحتاجوا اللوحات الحقيطية وميزة المشروع ده أن حتى لو حضرتك بتبتديه فهو الأرباح بتاعته بعد أول شهر أو شهرين بتبتدي أنها تتراوح من 500 دولار لحد الألف دولار ده لو أنت اشتغلت الصح وطبعت الخطوات والنصيح اللي أنا بقدمها لك في حلقة النهاردة حلقة ممتعة جداً بقدم لك فيها موقعين اثنين تقدر أن تشتغل عليهم وتستغل المشروع ده عن طريق الموقعين دول بدون أي راس مال على الإطلاق وطرق السحبة تبقى مناسبة ما تقلقش من الجزئية دي قبل ما أخش في الشرح العملي والتطبيق العملي بفكر حضراتكم بالجيفاوي الإسبوعية بتاعتنا واللي قمتها 10 دولار بتقدم لفائزين اثنين كل فائز بياخد فيهم 5 دولار وبيتم الإعلان عنهم على قناتنا على تليجرام والفيسبوك الساعة 12 مساء يوم الجمعة من كل إسبوع والشروط الجيفاوي سهلة وبسيطة إن حضرتك بتعمل لايك للحلقة اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وإن انت تجاوب على سؤال الجيفاوي اللي هبتدأ ترحل على حضرتك حالاً بالمناسبة عشان ما شتتش حضراتكم في باقي الحلقة ولكن هي حلقة مهمة اللازم لازم تتفرج عليها من أول ثانية لآخر ثانية وسؤال الجيفاوي بمدهة البساطة بيقول ما هو موضوع حلقة اليوم لسه موضحه لك كل اللي عليك انك تكتبه تحت في التعليقات يلا بينا عشان ما نطورش على بعض نبدأ الشغل العملي والتطبيق العملي تمام شباب أول موقع معنا في حلقة النهاردة وهو موقع أرتبول وموقع أرتبول من أقوى وأفضل المواقع اللي بتسمح لك تشتغل المشروع ده وهي متخصصة في المجال ده تحديداً زي ما انت شايف هي مجانية تماماً الدفع بيتم بكذا الطريقة زي ما انت شايف عن طريق الشيك أو عن طريق البيبل أو عن طريق الماستر كارد أو الفيزا ولكن خلي بالك وركز معي لأن هنا هتبقى فيك وزقية مهمة نتكلم عليها طبعاً تقدر انت تبيع الارت بتاعك زي ما انت شايف بدون أي مشكلة على الإطلاق وكل اللي انت محتاج ان انت تعمل وصديقي دلوقتي انك تسجل على الموقع ده عشان تشتغل معي خطوة بخطوة هتلاقي لينك الموقع ده في ديسكريبشن تحت افتحه وسجل معي واشتغل معي بإيدك خطوة بخطوة عشان ما تركلش الفيديو بعد كده اشتغل عشان المعلومة تثبت معي هتحط الإيميل بتاعك هنا وتحطه مرة تانية هنا بعد كده تحط باسورد وتقول له آيام نوت الروبوت بعد كده تنشئ الحساب بتاعك جميل الجدل بعد ما عملت تسجيل دخول بتسهل لك الرسالة دي بتقول له نيكست هو هنا بيعرفك الموقع شغالي ازاي وإيه اللي انت المفهود تعمله طبعاً هو هنا بيقول لك حط اسم بقى للمتجر بتاعك او الجالري اللي بيبقى فيه الشغل بتاع حضرتك فهنا انت بتجدي تدي له اسم معين فهنا انت حطيت اسم وطوله I am an artist بعد كده هقول له نيكست جميل جداً في الخطوة دي تأكد ان انت نفس الاسم اللي انت حطيته تحطه هنا ده اللينك او الدومين بتاعك اللي بيظهر في محركات البحث فهكتب كده new art بالشكل ده وقول له نيكست بعد كده بيقول لي انت عش تضيفي الصور بتاعتك لللوحات الحقيطية بتبقى من كلمة add items سأقول له شكراً متشكلين الموضوع ده سهل هنا انت لعاوز تعمل collection على سبيل المثال انت عاوز تعمل لوحات حقيطية مثلاً للثقافات عاوز تعمل لوحات حقيطية للرسوم المتحركة عاوز تعمل لوحات حقيطية لمثلاً اماكن معينة زي Paris والكلام ده كله يبقى هنا collection انت تقدر تضيف كذا collection جوه كل واحدة من collection دي نوعية معينة من التصاميم اوكي اتمنى ان هي تكون وصد فأقول له نيكست اقول له اوكي شكراً جداً للطول والguايد اللي انت ادي تهاني طبعاً هنا add profile image بتبتدي ان انت تحط صورة للجاليري اللي انت هيبقى جوه منها الشغل بتاع حضرتك طيب شباب جميل جداً انا هنا حطيت اللوجو طبعاً تأكد ان انت تدوس على كلمة edit profile وتبتدي ان انت برضه تحط وصف يعني انا هنا كاتب welcome to new art حاول ان انت تحط وصف للمتجر بتاعك ممكن تعتمد على شارج بتي يعني الوصف ده انا جايبه من شارج بتي يا جماعة مش مش انا اللي قالفته مثلاً اوكي فبدوس save profile بعد كده نيجي بقى الجزئية المهمة طبعاً انت تقدر تعمل collection زي ما اتفقنا وهنا من جنالي تقدر ان انت ترفع الصور بتاعتك لو انا دوست add items اقدر من هنا select image وارفع الصور اللي بتبقى في النهاية هي اللوحات الحقيطية طيب نيجي بقى الجزئية المهمة يا مبارك ازاي نعمل افضل صور ممكنة للوحات الحقيطية وايه هو افضل موقع ده دور يا صديقي ان انا اوفر لحضرتك كل الادوات المجانية اللي تساعدك في بناء مشروع ناجح باذن الله تعالى يلا بينا هنبتدي ان احنا نروح مع بعض على موقع ريكرافت واللي امتابعني الاوانة الاخيرة الموقع ده اللغنى عنه بالنسبة لي انا كمبارك الموقع ده حرفين يا جماعة بيعمل لكم اي حاجة انت عوزينها على الانترنت خصوصاً فيما يخص الميديا طيب كل انت بتعمل ان انت بتعمل start generating outroyercraft free وتنشئ حساب مجاني تماماً جميل جداً مجرد اما حضراتكم عملتم حساب عليه بتبتدي ان انت تدوسوا على كلمة create new project ده الشكل اللي في الظاهر قدام حضراتكم هتدوس عليها بالشكل ده بعد كده كل اللي انت هتعمله يا صديقي انك بتدوس على كلمة raster image بعد كده هنا حضرتك بتحط اي وصف انت عاوز تعمله عشان ينشئ لك الصورة اللي انت عاوزها طبعاً انت تقدر تعتمد على شات جي بتي ان هو يكتب لك اي وصف انت عاوزه او ان انت تروح على مترجم جوجل تكتب الوصف اللي انت عاوزه في دماغك باللغة العربية وهو يدهه لك باللغة الانجليزية تاخده وتحطه في الجزئية هنا طيب انا هنا مجهز بروميت والبروميت ده زي ما انا حطيته كده ليه علاقة بالحضارة الصينية لان انا كمبارك فعلاً بحب الحضارة الصينية جداً جداً فهبتدي من انا اختار المقاس بتاعي طبعاً ينفع ان انت تختار اي مقاس انت عاوزه ولكن انا بحب دايماً مقاس اللاند اسكيب بيبقى مقاس جميل جداً جداً طيب اللي هنا انت حطيت الوصف بتاعك بتبقي ان انت تختار بقى الستايل انا هختار ومن الستريشن هختار طبعاً انت عندك استريلات كتيرة جداً جداً يعني انت عندك حتى اللي هو النظام الووتر كالر وده اتكلمنا عنه قبل كده انه هو يطلع لك الصورة بتاعتك او الرسمة بتاعتك معمولة بالالوان المائية دي بتبقى خرافة جداً يا جماعة في المبيعات حقيقي يعني بعد كده بالنسبة للديتيلز ده ان انت تعالي كده الديتيلز بحيث ان هو يطلع لك صورة الكواليتي بتاعتك تبقى عالية جداً جداً ممكن تخليها اكستريم تخليها هاي انا ممكن اخليها لك اكستريم عادي جداً جداً طيب انا كده خلصت كل التفاصيل يهولو ريكرافت عادي جداً رائع جداً جداً شباب تطلع لي النتيجة طبعاً رائعة هو بيديك طبعاً نسختين تختار النسخة اللي تأتي جابك الميزة في موقع الكرافت شباب ان هو بيديك الكواليتي بتاعت الصور دي عالية جداً جداً مش اي حاجة وبالتالي تقدر ان انت تعتمد عليه يعني خليني اجرب معاك ستايل تاني على سبيل المسال قناة نغير بروميت ونختار مثلاً نحن نجيبه مثلاً اي حاجة تاني نختار اي ستايل تاني ولا يأكل مثلاً حاجة بالووتر كولر بعد كده هقول له الكرافت الله يعني بجد فعلاً الله يعني مديني صورة فعلاً زي ما انا في دماغي بالظبط حاطيت البروميت ليه النهر فاهم يديني الصورة دي دي صورة حلوة جداً على فكرة ممكن تتحط حتى في قودة اطفال الكلام ده كله يبقى انت هنا عرفت ازاي بتشتغل على الموقع طيب الصورة دي عجباك بمطال بساطة كليك يمين عليها بعد كده اكسبورت از وتنزلها بصيغة الجي بي جي عاوز اقول لك ان الصور دي بتنزل بجودة عالية جداً 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 طيب هنا هنبتدي ان احنا نرجع تاني على موقع ارتبور ونبتدي ان احنا نرفع الصورة اللي احنا لسه منزلينها ونرفعها مع بعض بالشكل ده جميل جداً بعد كده هقول له اوكي هو بيقول لي هنا ان تم رفعها بنجاح وبيقول لي ان هنا محتاج باقي ان انت تبتدي ان انت تحط الاعدادات بتاعت هندوس عليها بالشكل ده بعد كده هتحط اسم للشغل بتاعها حضرتك تقدر انت تسمي العنوان بتاعك الوصف الكلمات المفتاحية طبعاً انا الوصف بتاع الصورة دي كنت عامله بشات جي بي تي فممكن اقول لي شات جي بي تي اديني العنوان والوصف والكلمات المفتاحية بتاعت الصورة دي اوكي لان انا لو رحت لشات جي بي تي دي زي ما التفايف ده ده البروميت اللي انا اخدته منه فممكن اقول له give me a title and description and tags for this art تمام وهو يبتدي بقى يديني العنوان والوصف وكل الكلام ده رائع جداً 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 يبقى هو هنا يديني الوصف هاخده زي ما هو كده ارجع تاني على موقع ارتبول ادي العنوان هلو هنا ناقص ال ال اوكي نرجع تاني وناخد الوصف ادي الوصف نرجع تاني على ارتبول ونحط الوصف بتاعنا بالشكل ده الكلمات المفتاحية ههو الداني كزا كلمة مفتاحية قادرنا انا اأخد دي ارجع بيها كده احطها هنا حالو بعد كده ممكن تعمل فاصلة بالشكل ده وتروح تجيب الكلمة التانية وبعد كده ايضا تحطها بالشكل ده وتعمل فاصلة جميل جدا يا بنا انا حطيت العنوان بتاع التصميم بتاعي الوصف الكلمات المفتاحية او التاجز بعد كده بيقول لي هي الصورة بتاعتك دي مناسبة لكل هقول له اه الصورة دي بتاعتي مناسبة لأي حد بالنسبة للكاتجوري بقى الكاتجوري بتاعك ده بياندرك تحت ايه بالزبط هقول له Digital Art and AI بالشكل ده بعد كده بيطلع لكسب كاتجوري تختار منه طبيعة الصورة بتاعتك دي بتندرك تحت اي باند بالزبط فانا ممكن كده ايجي اقول له الاختيار ده بعد كده نختار حاجة لها علاقة مثلا بديزني هي عبارة عن صورة اصلا يعتبر كارتونية شوية تمام حلو قوي بعد كده حضرتك بتنزل تحت عند Print on Demand وتفعل الخاصية دي طبعا انت هتنزل تحت كده كل امورك تمام هتقول له Activate Print on Demand مجرد ما حضرتك فعلتها بتقدر ان انت تتخش على settings دي هنا عشان تعرف انت هتقدر تربح ادي ايه بالزبط زي ما انت شايف هتربح على Print is well stretch canvas well from print is well metal print is هي دي هامش ربح بتاعك هتخليهم كلهم طبعا انت لو دست على Print is مثلا بيقولك والله المقاسات دي آآ سعرها ادي كذا انت بتربح منها ادي كذا اوكي بقى انت هنا عرفت ان المشتري هيدفع total عشرين دولار على المبيع الواحدة على المقاس ده انت بتاخد خمسة دولار ولكن الاسعار دي نسبيا غريا هتخليها انت عشرة في المية تمام صحيح هامش الربح بتاعك هيقل هتاخد على المبيع الواحدة دولار خمسة وتلاتين على المقاس الصغير ولكن لو حد خد مقاسات كبيرة انت بتاخد زي ما انت شايف لحد سبعة دولار تلاتة وسبعين سنت زي ما انت ظاهر قدامك ده بالنسبة دي كلها انواع من اللوحات الحقيقية يا جماعة هتشوفها دلوقتي مع بعض هنا برضو هنخليها عشرة في المية طبعا انت شايف في النوعية دي من اللوحات انت بتاخد هنا ارقام اكبر بكتير 4 دولار 8 دولار 14 دولار هنا هخليها عشرة في المية ايضا وبردو هتلاقي نفسك هنا بتعمل ارباح اكبر بكتير الميتل طبعا وده من انقى واحسن الجودات في اللوحات الحقيقية واغلاهم فهنخليها برضو عشرة في المية انت هنا عرفت انت بتربح حد ايه من الكلام ده كله بعد كده هقوله سيف اتشينجيس جميل جدا هننزل تحت مع بعض فيه خاصية حلوة قوي قوي في الموقع ده بيقولك والله انت لو عاوز ان التصميم بتاعك والشغل بتاعك يظهر على الصفحة الرئيسية بتاعت الموقع هتدفع دولار واحد الدولار ده هيخلي ان التصميم بتاعك يظهر لمية وخمسين شخص لسبعة ايام الجايين مية وخمسين شخص ده في اليوم يا جماعة في اليوم الواحد يعني انت بتتكلم في حوالي الف واحد هيشوف التصميم بتاعك في الاسبوع الواحد انت بتدفع دولار يعني في الشهر كله انت بتدفع اربعة دولار ودي حاجة اختيارية لو انت عاوز تفعلها مش عاوز تفعلها ما بتختارش اي حاجة من الحاجات دي اوكي طيب فانت هنا بتختار له لا خليها لي في الفري انا مش عاوز اختار ان انا ادفع دلوقتي اي حاجة بننزل تحت فيه خاصية ايضا جميلة جدا ان انت تعمل عملية رابط لحساب الفيسبوك او تويتر او انستجرام وفي كل مرة حضرتك بتحط تصميم على موقع ارتبول هو بشكل اوتوماتيك بيظهر التصميم بتاعك ده على الصفحة بتاعتك على السوشيال ميديا سواء الفيسبوك او تويتر او الانستجرام ودي خاصية رائعة جدا جدا وكلها مجانية وطبعا هو هنا بتديك شو ايجزامبل لو دوسنا عليها كده بيقولك والله التصميم بتاعك هيظهر على الصفحة بالشكل ده وفيه اللينك بتاع ارتبول الناس هتبتدي تدوس عليه هيوجههم مباشرة للمنتج دوت على الموقع ويبتدوا ان هما يشتروا لو عجبوا جميل جدا يبقى انا هنا كده كل امور يتمام التمام هقوله سيف اتشنجس جميل جدا جدا طبعا زي ما انت شايف ده الفريمد برينت اللي احنا كنا بنتكلم عليه بالمقاسات بتاعته بالفريم نفسه الاسود في منه الخشبي طبعا العميل بقى هو اللي بيشوف الكلام ده صديقي تمام يعني العميل هو اللي بيشوف الكلام ده لو احنا اخترنا مثلا المقاس ده اوكي بيظهر لك برضو المقاس ده كل المقاسات يعني اعتبر موجودة اوكي على حسب ما انت برضو رفعت الصورة بتاعتك بمقاس كام احنا ممكن الصورة بتاعتنا صغيرة شوية كنا ممكن احنا نعمل مقاس اكبر عادي جدا مفيش فيها اي مشكلة عاوز بس بس بص مع حضراتكم على الميتل برينت عاوز اقول لك يا جماعة الميتل برينت دوت من اشيك وانقل حاجات اللي بيتباع حرفيا بصوا ده بيبقى شكلها اللي انت شايفو ده جماعة ده ده حديد يعني الصورة دي معمولة على حديد كده بتبقى بتاعتها فوق الوصف خطيرة يا جماعة بتبقى حاجة خطيرة جدا 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 طبعا شكلها لائع جدا بدون اي مشكلة على اطلاق ده بيبقى ده شكله العامل زي الفرخ الورق كده او اللوحة حاجة طبعا جميلة جدا الكواليتي بتاعتها بتبقى عالية ده الوصف بتاعها طبعا بيبتدي ان المشتري يشوف عني الكلام بتاعي لو وعجبه اي حاجة بيبتدي ان هو يخش يشوف الشغل بتاعي كله طب افرد انا شفت دلوقتي الميتر برينت عاوز اشوف الميتر برينت ده انا كمشتري على الواقع ادوس على روم فيو مثلا انا عاوز اشوفها في البيتروم مثلا او في اي مكان ادي البيتروم فهيبتدي ان هو يجيبها لك بالشكل اللي انت شايفو ده يا صديقي تمام ممكن ان انت تختار اي حاجة تاني مثلا الهول بيجيبها لك برضو بالشكل ده طبعا انت ممكن تعمل زوم عشان تشوفها يا عاملة ازاي وطبعا يا شباب احنا اتفقنا ان احنا اهمش الربح بتاعنا عشرة في المية على الانواع دي كلها يعني ده لو بيتباع بتسعين دولار فانا بياخد على المبيعة تسعة دولار ده بيتباع والله مثلا بمية واربعة دولار فانا بياخد هنا عشرة دولار ليه لان اهمش الربح انا مثبته عشرة في المية جميل جدا جدا وده طبعا شكل التصميم بتاعي بعد اما تحط في الجالريري بتاعي على موقع ارت بول واي حد ان هو يقدر يشتريب يخش على الجالريري بتاعي وبيشوفه بالشكل الاحترافي اللي ظاهر قدام حضراتكم دلوقتي طيب يا مبارك بنقدر نسحب ارباحنا ازاي احنا شفنا في المقدمة بتاعت الموقع ينفع البيبل ينفع فيزا ينفع ماستر كارد ينفع حاجات كثيرة جدا جدا تقول لك حاجة زي كده بتتم ازاي مجرد اما حضرتك عملت اكتيفيشن للايميل بتاعك بتلاقي اصلا العلامة دي ظاهرة لحضرتك كل اللي عليك ان انت بتدوس عليها عشان اي ارباح بتجي لك تتحول لك في حساب البيبل بتاعك فبتدوس عليها بتصله لك الصفحة دي بتحط ايميل البيبل بتاعك وبعد ذلك تقول له سيف بيبل ايميل طيب ارفض انت البيبل مش مناسب بالنسبة لك بتعمل ايه تعال اقول لحضرتك حضرتك هتنزل تحت خالص كده بتلاقي حاجة اسمها كونتكت هتدوس عليها وهنا حضرتك بتقول له انا عاوز طريقة دفع مختلفة بتقول لهم هلو ارتبول تيم جود دي بتقول لهم لو سمحت انا البيبل مش متاح في البلد بتاعتي وعاوز اسم ارباحي بطريقة مختلفة لو في الامكان لو سمحت اسكرولي طرق السحب اللي ممكن اسحب بيها الارباح بتاعتي ولانا ممكن اقدمها لكم سواء بايير بايونير اه بانك تبتد ان انت تقول لهم الحاجات المناسبة والمتاحة بالنسبة لك هنا وهما يبتدوا ان هما يردوا على حضرتك بعدما بتخلص بتقول لهم سند تو ارتبول عشان الايميل يطلع لهم وزي ما حضرتكم شايفين معايا كده الايميل بتاعي رحله وتنتظر رد منهم وتقول له اوكي جميل جدا طيب عاوز تتابع حلقاتك والشغل بتاعك وتشوف الارباح جات لك ازاي كل دوت بتشوف من الاستاتيستيكس من هنا جميل جدا وهنا زي ما انت شايف بالتواريخ بيقول لك والله ده الشغل بتاعك في الجدر بتاعك كم شخص داخل على المتجر بتاعك الارباح اللي تمت والكليكات اللي تمت كل حاجة تظهر لك في الصفحة الادام حضرتك دي يا صديقي وده كده يا شباب كان اول موقع بنشتغل عليه البزنس بتاعنا موقع ارتبول موقع رائع جدا وممتاز جدا صراحة الموقع التاني ما تقلقش طرق السحب فيه مباشرة جدا وبسيطة جدا مناسبة للجميع بإذن الله تعالى وموقع قوي جدا للبزنس بتاعنا احنا قريضي خلاص عرفنا ازاي بننشئ الصورة وعرفنا ازاي بنجيب التفاصيل بتاعاتنا نايس دلوقتي ان بنفس الحاجات دي نروح بيها على الموقع التاني ونطبق ونشتغل مع بعضينا بس قبل ما نروح للموقع التاني بفكرك تعمل لايك الموضوع جامل جدا واللايك بتاعك بيدعمني ببيشجعني ان انا اقدم لكم كل جديد اول باول يلا بنا نروح على الموقع رقم اثنين يلا بنا في الموقع رقم اثنين معانا والموقع ده جماعة من اقدم المواقع اللي بتساعد حضراتكم كمبتدئين او غير مبتدئين في النجاح في مجال اللوحات الحائطية الموقع ده انا اشغال عليه من قديم الازل موقع رقم جدا ممتاز جدا والموقع ده اسمه زازل يا جماعة اوكي طيب الموقع ده ممنطقة البساطة مجاني تماما هتلاقي نسيب لك اللينك بتاعه فيه صندوق الوصف تأكد انك تنشأ عليه حساب مجاني ما بياخدش منك اكتر من خمس دقائق او ثلاث دقائق بتقدر ان انت تشتغل معي واتطبق بنفس الخطوات اللي احنا هنشتغلها مع بعض دلوقتي حالا كل اللي انا اعاوزوا منك دلوقتي انك تطلع فوق كده هتلاقي حاجة اسمها search for a product or design هتكتب هنا وول بعد كده هتقول له بحث انا مش عاوزك تكتب غير كلمة وول بعد كده ممكن ان انا اروح على وول art and decor بالشكل ده حالو هنا بقى بتظهر لك حاجات كتيرة او ممكن ان انت برضو تختارها زي ما انت شايف او ان انت بعد التقسيمة تختار من posters and prints او clocks او gallery art او wall accents and treatments او كي بقى انت عندك كل الحاجات دي انت هتختار posters and prints بعد كده هعوز حضرتك تختار اول اختيار ده احنا هنشتغل على framed portrait من هنا your image here حالو هنا هنبتد ان احنا نرفع الصورة بتاعتنا عشان تظهر في الفريم ده طبعا كل انت هتعمله ان انت تدوس على كلمة customize this design تمام شباب طبعا في الصفحة دي احنا شايفين ان ده portrait يعني طولي الصورة في التصميم بتاع الفريم ده هتبقى طولية يا جماعة فبرجع عادي على recraft بقوله والله انا عاوز على سبيل المثال الصورة دي تبقى صورة طولية بدل ما هي عرضية فابتدي ان انا اخلي الوصف زي ما هو وارجع بس اخليها حاجة طولية تلاتة لاربعة بالشكل ده بعد كده هقول له recraft هتدى ان هو يعمل هاني مرة اخرى بالشكل الطولي جميل جدا بعد كده هقول له click يمين بعد كده export as gpg بعد كده انزلها على الجهاز وارجع تاني على موقع زازل وابتدي ان انا منع الشمال كده من كلمة ابلوز ادوس عليها وارفع الصورة بتاعتي جميل جدا هتلاقي ان الصورة نزدت معي بالشكل ده هتدى ان انا اكبرها فوق وتحت لحد ما تملأ المقاسات دي كلها اهو الشكل ده طبعا لاحظ ما اعمل على يمين ان انا وانا بظبط الصورة جايبها لي جوه الفريم بتبقى عاملة ازاي طبعا حاجة رائعة جدا من موقع زازل طبعا موقع ليه اسمه كبير في السوق وموقع محترم مش محتاج ان انا اتكلم عني طبعا تقدر انت تشوف الفريم بتاعك من كذا اتجاه ومن كذا زاوية ومن المقب بتاعته اللي موجودة طبعا شغل رائع جدا شغل محترم جميل جدا جدا يبقى هنا انت افهمت زي بيجيب الصورة بتاعتك ينفع كمان ان انت تضيف اي كنز عندك تقدر تعمل اي حاجة انت عاوزها حرفيا على التصميم بتاعك ولو عاوز ان انت تشتري دماغك يعني مثلا اوصولها كانت بالشكل دوت وعاوز بدلا ما انت تقبر وتصغل لأ كان فيه عادي جدا كلمة اسمها آآ فيل من هنا بتدوس عليها بيبطل ان هو يملالك التصميم بتاعك على المقاز بتاعك طبعا فيه سكيل في حاجات كتيرة جدا موجودة عندك عندك حتى عندك عندك حاجات كتيرة او ممكن تستخدمها لحد اما تطلع احسن نتيجة انت شايفها من وجهة نظرك طيب انا خل كده مثلا التصميم بتاعي وكل اموري تمام هعمل ايه هبتدي ان انا ادوس على كلمة ضن من فوق على يمين جميل جدا قال لي والله ده شكل التصميم بتاعك اللي هيظهر للعميل بالصور بتاعته اللي على الشمال الخطوة اللي بعد كده حضرات هنعمل ايه هندوس على كلمة سلقة عشان نقدر ان احنا نباحها على موقع زازل هتلاقي ودك للصفحة دي اللي انت هنا هتبتدي تحط في اسم اللوحة بتاعتك بعد كده هي بحطوطها فين هو اوتوماتيك بيتعرف على الشغل اللي انت اخترته في البداية فهتختار الماركت بليس اللي هو الول ارت اند ديكور ده خلاص اخترناه الديسكريبشن شات جيبتي موجود وهو مديني الديسكريبشن زي ما اتفقنا باخده زي ما هو اروح احطه في الجزئية الجميلة دي بعد كده هننزل تحت خالص هنا دي حاجات برضو انت مفروض ان انت تتزبطها ولكن الطلامة مش جنبها النجمة الحمراء دي انت هنا مش بيحتاج تعمل اي حاجة يعني دي حاجات ليها علاقة بالإفنت اوكوازيونز مش عارف ايه الكلام ده كله انت مش محتاج تعمله انما الجزئية دي هو بيقول لك الستور بتاعك او المطجر بتاعك هو محطوط في اي كاتجوري بالزبط فانت بتختار والله الكاتجوري بتاعك طيب بنيجي بعد كده للتاجز طبعا التاجز زي ما اتفقنا برضو شات جيبتي هو من دهان هنا ببطيدي ان انا اخدها زي ما هي كده وحطها هناك او بالشكل ده ارجع احط التاجز بتاعتي هنا جميل جدا بعد كده بدوس اخد بعد كده التاج اللي بعديه طبعا دي كلمات مفتاحية ممتازة جدا انا مش محتاج ان انا اجود لان الكلمات المفتاحية دي الشاتجي بيجيبها لك بناء على افكار الناس وطرق بحث الناس على النوعية دي من التصاميم فان انت تاخد الشاتجي بيجيبه لك افضل من ان انت تحط حاجة بنفسك دي نصيحتي لحضرتك بعد كده احط ده كمان واقول له انت يبقى انت تحط من خمسة لعشر كلمات مفتاحية عندك لحد عشرة بتحطهم في الجزئية دي جميل جدا ننزل تحت هنا انت بتعلم على اختيار الجي الجي دي معناها ان هي مناسبة لكل الناس بجميع الفئات والاعمار ننزل بقى الجزئية الخاصة بالارب بيقول لك والله انت هتاخد دلوقتي نسبة خمسة في المية على المبيع الواحدة يبقى هو الريتيل برايس او سعر المنتج ده اتناشر دولار تلاتين سنت انت هتاخد منه خمسة في المية بقيمة اتنين وستين سنت انت تخليها هنا عشرة في المية يبقى ها مش الربح بتاعك هنا هو عشرة في المية بتاخد على المبيع الواحدة دولار وتلاتين سنت وسعر المنتج مزدش كتير قوي يعني لازال في الجزئية الممتزة جدا لتحقيق ارباح ومبيعات كويسة جدا وممتزة جدا جدا طبعا حركة حلوة قوي من زازل كانت متضافة ما كانتش موجودة زمان بيت موجودة دلوقتي ان ينفع كمان تسمح للعميل ان هو يحصل على المنتج كديجيتال برودكت او كمنتج رقمي لو فعلتها بالشكل ده هيبتدي يقولك والله انت هتاخد بالزبط كام هتاخد دلوقتي 13 دولار 39 سنت ليه لان هنا زازل مش بيطبع الفريم بتاع التصميم مفيش خامات هيصرف عليها وبياخد المراضي العكس هو اللي هياخد 71 سنت وانت اللي هتاخد القيمة دي كلها في جيبك انت هتاخد 13 دولار 39 سنت مجرد ما العميل عمل بس تنزيلة للمنتج بتاعك ولكن دي برضو قيمة مبالغ فيها فاحنا ممكن نخليها مثلا لو خلناها كده 50% مثلا فانت لأ لسه برضو مش احسن حاجة ممكن نخليها 80 اه تلاتة دولار دي كده افضل بكتير من الرقم اللي كان موجود فوق ده حاجة معقولة برضو انت العميل مش هتفعلك الرقم ده كله في حاجة هو لسه هيتبحها ويصرف عليها فبالتالي تلاتة دولار ده حاجة رقعة جدا وهي العميل هيشتريها بربعة دولار والموقع هو اللي هياخد الفرق الزيادة ده اللي هو حوالي دولار تقريبا كده بقت معقولة وهو واقعية اكتر بكتير بعد كده بتنزل تعلم على الاختيار ده وبعد كده بتقول له بوست ات جميل جدا قال لكم جراتيوليشن كده تم نشر المنتج بتاعك بنجاح بدون اي مشكلة على الاطلاق ولو عاوز تشوف شكل المنتج بتاعك بتفتح اللينك ده كده اهو بتشوف بقى شكل المنتج بتاعك بيبقى عامل ازاي طبعا التصميم نفسه كمان بص جايب لك التصميم بتاعك عامل ازاي بيجيب لك السعر بتاعه اللي هو 11 دولار وانت وريدي كنت حاطت هامش الربح بتاعك ومزبطينه وانت بتاخد النسبة لانت حاطتها مقارنة بالسعر اللي موجود هنا على المنتج بقى وطبعا لو نزلنا تحت شوية هتلاقي ان هو محطوط بكزا طريقة جدا زي ما اتشايف على ساعات على كنفس مختلفة تانية اخرى طبعا حاجة رائعة جدا 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 يعني بصراحة بصراحة موقع ممتع يا جماعة وشغل عليه رائع جدا 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 طيب انت عاوز تعرف دلوقتي طرق السعب بتاعتك ازاي بتدوس على كلمة من هنا بعد كده بتدوس على ماي اكاونت بعد كده حضرتك بتروح على البيمنت سيتنجز وهنا هو عندك البيبل تقدر تحط يميل البيبل وعندك كمان بقى الشيك هنا تقدر ان انت تستلم ارباحك عن طريق شيك عادي جدا بتقوله الريكوست بيمنت فيا شيك عن طريق شيك بيوصل لحد باب بيتك كل اللي عليك انك تحط اسمك البلد اللي حضرتك عايش فيه وكل الدول العربية موجودة جزائر المغرب السعودية الامارات كل الدول ه هتلاقيها موجودة بتحط العنوان بتاعك المدينة بتاعتك اللي ولاية بتاعتك الرقم البريدي بتاعك الرقم التليفون بتاعك بعد كده بتقوله انا من سكان مثلا الجزائر من سكان مصر من سكان المغرب اسم حضرتك بعد كده بتكمل بعض البيانات الاساسية زي ما انتم شايف بعد كده بتقوله صمت وبكده كل ما انت بتجمع الربح بتاعك اللي هو الميت دولار الحد تأدنى بيجي لك شيك بيه لحد باب البيت لو حضرتك عاوز تسحب من اول خمسين دولار بيبقى عن طريق البيبل هي دي طرق السحب الل موجودة في الموقع واعتقد اشيك ده هو من انسب وافضل الطرق المناسبة لحضراتكم جميعا بلا استثناء طبعا هنيجي جزئية مهمة جدا بتيجي في بالحضراتكم دلوقتي ازاي مبارك ممكن ان احنا نروج للشغل بتاعنا عندك موقع زي بنت الريست لا ياخلو من التسويق الناس كلها بتسوق لشغل بتاعها على موقع بنت الريست لازم تروح تسوق لشغل بتاعك على موقع زي تيمبلر موقع تيمبلر من اقوى واشهر المواقع وسريعا خلينا نروح نسوق عليه دلوقتي حانا للمنتج اللي احنا لسه مسوئينه او عاملينه عفوا على موقع زازل ونشوف الموضوع بيمشي ازاي سريعا قبل ما اختم محضراتكم الحلق عشان ما حدش يجي يقولي ان انت ما قلتناش جزئية معينة لا انا مش هبخل عليكم باي حاجة طيب شباب انا دلوقتي على موقع تيمبلر وموقع تيمبلر يا جماعة الزيارات الشهرية بتاعته حوالي مية وسبعين لامتين مليون زيارة شهرية هو موقع بنت الريست بالنسباني انا كمبارك من اهم المواقع اللي انت لازم تشتغل عليها وتسوق عليها شغلك طبعا الموقع تيمبلر انت بتسجل عليك انك بتنشئ حساب على الفيسبوك حساب على اي حاجة ما بيخدش منك دقيقة واحدة وتقدر ان انت تشوف نفس الصفحة اللي انا عليها دلوقتي كل اللي انا هعمل له هتوسع كلمة كريت من على الشمال اقول له تيكست هنا هبتدل ان انا احط اسم الحاجة اللي انا بسوق لها اوكي فعلى سبيل المثال خلينا نجيب حاجة زي كده انا بسوق مثلا للاكريليك والارتي يبقى التصميم بتاعي عبارة عن اكريليك هنا انا باخد المنتج بتاعي بالاس بتاعه اوكي طيب هاخده زي ما هو كده وحطه في التايتل عفوا روح نجيبه مرة تانية بالشكل ده جميل جدا هنا نيجي نحط صورة التصميم طيب هنا انا محتاج ان انا اعمل تنزيل للصورة دي عشان نبتد ان انا ارفعها على الموقع جميل جدا يبقى هنا عندي العنوان عندي الصورة بتاعتي اللي هو الاكريليك والارتي ده اسم المنتج بتاعي يبقى تحت هنا هحط له وصف صغير جدا بعد كده اقول له اتشيك اتشيك ناو فروم هير تمام واجه اعلم على الشيك اتناو فروم هير دي كلها كده واحولها لهايبر لينك وابتدي ان انا اروح اجيب اللينك بتاع صفحة المنتج بالشكل ده وارجع على موقع تيبلر احط لينك بتاعي هنا واقول له انتل يبقى حولت الجزئية دي لهايبر لينك استطيع ان انت تضيف كمان كلمات مفتاحية مسلا والارت بالشكل ده واقول له انتل ممكن هتضيف كلمة وقول انتل هوم ديكور انتل والارت ونشوف مثلا هو مديني ايه مثلا والارت بالشكل ده يبني هنا حطيت عنوان حطيت المنتج بتاعي حطيت وصف لي وحطيت اللينك اللي بيود الشخص ده لصفحة المنتج للشراء بعد كده هقول له بوست ناو ولكن زي ما اتفقنا في موقع قبل ما تعمل عملية ناشر بتدوس على الاعدادات دي وتقول له ان ده بوست ترويجي او ده منشور آآ خاص بالترويج للمنتج بتاعي على المتجر بتاعي عشان ما يحصلش على اي مشاكل لك على هو بيسمح لك ان انت تترويج للشغل بتاعك والبيزنس بتاعك عليه ولكن بس عرف الموقع وعرف الناس ان ده منشور ترويجي اوكي بعد كده بتقول له بوست ناو جميل جدا هو كده تم نشره بنجاح زي ما حضراتكم شايفين ده المنشور اهو على موقع لو نزلنا تحت اي حد هيتدي ان هو يدوس على اللينك ده هيوديه مباشرة لصفحة المنتج ويقدر ان هو يعمل له عملية شراء بدون اي مشكلة على الاطلاق طبعا شباب اتمنى تكونوا استفدتوا اتمنى ان الحلقة دي كانت مفيدة لحضراتكم اتمنى ان هي نقطة انطلاق وبداية لمشروع جديد للربح من الانترنت اعاوز اقولكم ان انتو لو عملتوا الريسيرش والابحاث بتاعاتكم بغض النظر عن كلام مبارك لحضراتكم تقدروا تتأكدوا من اهمية وقوة المشروع ده للمبتدئين لانه هو سريع في تحقيق الارباح ممتع جدا وانت شغال عليه فقم حضرتك تتخيل الموضوع سهل وبسيط وغير معقد على الاطلاق خد جولة في القناة هتلاقي فيديوهات متنوعة جدا استراتيجيات لا حصرة لها للربح من الانترنت اكيد هتلاقي الحاجة اللي تناسبك وتأكد انك تتفرج على الفيديوهات اللي ظهرة قدامك عشانشها دلوقتي من اهم وافضل فيديوهات القناة اللي لازم ما تفوتهاش ولازم تتفرج عليها شكرا جزيلا اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة شكرا جزيلا